السلام عليكم رئيساء الأحزاب الأربعة المشكلة لحكومة يمينية داخل هولندا أعلنوا عن اختيار ديكس خوف ليكون رئيسا للوزراء من هو الراجل ده؟ إيه هي المنصب اللي تولاها؟ وإيه هي أسباب اعتراض بعض الأحزاب على توليه هذا المنصب؟ هو ده اللي نعرفه في الفيديو بتاع النهاردة فما تنساش تعمل لايك الفيديو وتعمل شير وتشترك في القناة وتفعل جرس ويلا بينا على موضوع الحلقة أهلا بيكم هنبدأ الأول بالمناصب اللي تولاها في السابق من ضمن المناصب اللي تولاها كان رئيس لدارة الهجرة والتجنيس الهولندية اليندي وكان أيضا بيتولى مدير عامل النظام العام والأمن في وزارة الداخلية الهولندية وما بين سنة 2013 و سنة 2018 كان متولي أو كان رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبعد ذلك تولى رئاسة جهاز المخابرات العامة الهولندية طيب تعال نشوف رأي رئيساء الأحزاب في تولي هذا الرجل هذا البنصب الرجل ده عنده 67 سنة وهنبدأ الأول بخيرت فيلدرز خيرت فيلدرز شايف أن الرجل ده صاحب شخصية قوية جدا ويجيد التعامل مع الأزمات ونظرا أن السيد ديكس خوف ليس عضوا في أي حزب فإن فيلدرز يرى أنه سيكون رئيس وزراء لكل الهولندين وسيكون فوق الأحزاب كلها الرجل منفصل عن كل الأحزاب ما عندهوش انتماءات حزبية وهنشوف الموضوع ده بعد شوي بالنسبة لبقى رئيساء الأحزاب السلاسة المشاركين في تشكيل الحكومة مع أخيرت فيلدرز كارولاين وبيتر وديلان التلاتة أكدوا على أنهم رشحوا ديكس خوف لتولي منصب رئاسة الوزراء وهنتكلم هنا تحديدا عن ديلان لأن ديلان دونا عن باقي رؤساء الأحزاب والمسؤولين داخل البرلمان الهولندي هي أكتر واحدة تعرف ديكس خوف لأنهم حاليا شغالين مع بعض في وزارة العدل الهولندي وتؤكد ديلان زعيمة حزب الفيفي دي أن السيد ديكس خوف يتمتع بصفات مثالية لتولي منصب رئاسة الوزراء على سبيل المثال أنه شخص هادي جدا يستطيع التأكد أن الجميع يسير بانضباط وأيضا تضيف السيدة ديلان أنه يتمتع بشخصية قوية للغاية ولديه الكثير من الخبرة الدولية احنا قلنا أن فيلدرز ذكر أن ديكس خوف ما عندوش أي انتماءات حزبية وده شيء جيد ويخليه مؤهل لتولي هذا المنصب ديكس خوف كان عضو في حزب العمال ما تنساش أن رونالد بلاستيرك المفوض السابق اللي كان مرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء واللي انسحب الأسبوع الماضي عشان كان متهم بالقضية بتاعة براية الاختراع أيضا كان يعمل لحزب العمال البي في دي آ لمدة 40 سنة وديكس خوف كمان اللي هو رئيس جهاز المخابرات العامة الهولندية سابقا كان بينتمي وكان عضو سابق في حزب البي في دي آ أيضا ولكنه ألغى عضوياته قبل بضع سنوات واضح كده بحسب الصحف الهولندية أن فيلدرز مركز مع حزب العمال حزب البي في دي آ بنيجي هنا لسابقة لم تحدث من قبل أن فيه رئيس الوزراء هيتم تعيينه ما عندوش خبرة أصلا في البرلمان يعني تخيل أي رئيس وزراء سابقه من ضمنهم طبعا مارك روتا الرجل ده عنده خبرة في المناقشات والصراعات البرلمانية والتي ترتقي إلى حروب كلامية وتقدر بقى ترد على الأحزاب والاتهمات الخاصة بهم أول مرة هنعين شخص لم يدخل البرلمان الهولندي أساسا وما عندوش خبرة فيه ولكن دي لان بترجع هنا وبتأكد زعيمة حزب الفيفي دي وبتقولك أن دي ميزة لأن إحنا بنشكل حكومة مزي أي حكومة عادي كل الحكومات السابقة التي تم تشكيلها تعتبر شيء والحكومة دي شيء آخر لأنها اسمها حكومة برلمانية وهذا يعني أن رئيس الحكومة والحكومة نفسها تعمل بشكل مستقل عن الأحزاب التي توجد داخل البرلمان بيتر أمزيخت بيأكد كمان أن عدم انتماء رئيس الوزراء الجديد ديكس خوف لحزب معين ده يعتبر نقطة إيجابية وكبيرة جدا لأنه هيقدر يتواصل مع كل الأحزاب سواء الأحزاب الأربعة اللي موجودة داخل الحكومة أو الأحزاب اللي داخل البرلمان هيتواصل معهم بكل أريحية لأن أنا كراجل ما عنديش أي انتماءات حزبية ومش متحيز لمبادئ معينة أو حزب معينة ولكن بيتر أمزيخت شايف أن في عيب هنا عدم موجود الخبرة السياسية الكافية وأن ديكس خوف على سبيل المثال لم يسبق له أن عقد أي مناظرة في مجلس النواب لكن في صفحنا قلناها قبل شوية ديلان أكدت عليها وخيرت فيلدرز أكدوا عليها الراجل ده جماعة كماس الجهاز الأمن والمخابرات العامة في هولندا يعني شخصية قوية كما ذكر الديلان وذكر خيرت فيلدرز فأنا متخيل كده أنه يقف في البرلمان وعضو من الأعضاء البرلمانيين الجدد زي ما قلنا أن أكتر من ثلاثين أعضاء البرلمان يعتبروا الجدد داخل البرلمان وأول خبرة له تخيل واحد فيهم يقوم يتكلم مع رئيس الوزراء الجديد ده اللي هو ديكس خوف ويزعق له بقى ويتهموا التهم معين شوف بقى هو كرئيس للمخابرات سابقا هيبصره إزاي هل بقى هيخوفه؟ طيب بنيجي النقطة مهمة جدا هنا وهي تصريحات ديكس خوف رئيس الوزراء الهولندي الجديد تصريحاته بعد نجاح خيرت فيلدرز في الانتخابات البرلمانية بأغلبية نشرنا هنا في عشرات الفيديوهات على القناة تحليلات سياسية كبيرة ومهمة جدا جدا تقريبا كل المسؤولين السياسين والخبراء الذين لا ينتمون لأحزاب يامنية داخل هولندا بيحذروا منذ نجاح خيرت فيلدرز في الانتخابات بأغلبية بيحذروا أن الديمقراطية في هولندا في خطر ولكن على عكس الناس دي كلها ديكس خوف كان ليه رأي مختلف شايف أن نجاح خيرت فيلدرز في الانتخابات بأغلبية ده مش تهديل للديمقراطية ولا حاجة وشايف أن أهم حاجة هو المقترحات التي تعرض بقاء الدمقراطية للخطر يعني هو نجاح خيرت فيلدرز في الانتخابات في حد ذاته هو شايفه مش خطر ولكن المقترحات والأمور اللي تم تقدمها وتعرض الدمقراطية لخطر ساعتها نقلة أضف إلى ذلك الرجل ده عنده مبدأ مهم جدا وهو التنوع والشمولية داخل المجتمع النقطة ديها بالنسبة له مهمة جدا وهنا هو بيختلف مع خيرت فيلدرز لأن خيرت فيلدرز دايما بيتكلم على أن هولندا للهولنديين وبيتكلم بصغة نحن ونحن الهولنديين وشايف أن ما فيش أي حد يستحق الجنسية الهولندية أو يسمي نفسه هولندي إلا الهولنديين فقط لا سويدي ولا توركي تسميهم هولنديين وكده تقدر تشوف الاختلاف ما بين ديكس خوف رئيس الوزراء الهولندي الجديد أنه بيؤمن بالتنوع والشمولية داخل المجتمع الهولندي وفيلدرز الموضوع ده بالنسبة له مش مهمة أوي طيب احنا عرفنا كل حاجة عن الراجل ده والمميزات اللي بيتمتع بيها وأنه هو كده شكله جدير بالمنصب تعال نشوف بقى مين اللي معترض عليه عندك أول واحد زعيم حزب دينك الحزب اللي هو ذو طابع إسلامي في البرلمان الهولندي بيقولك أن فيه فضيحة جمع بيانات والتجسس على المسلمين واللي حصلت لحد سنة 2019 وفي شهر 9 2023 أرسلت وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة فانخينب خطاب للبرلمان الهولندي بتعتذر فيه عن القيام أو قيام ما لا يقل عن عشر بلديات هولندية باستئجار زي جواسيس أو محققين قاموا بجمع بيانات عن أئمة المساجد والأشخاص الذين يعملون في إدارة المساجد إيه هي دراستهم درسوا إيه مع مين معهم مشاكل كإدارة مسجد مثلا وقالت إن المعلومات دي تم جمعها بشكل غير شارعي ليه بشكل غير شارعي لأن النصيحة المدعي العام داخل هولندا بتقول إذا قمت أنت كمؤسسة حكومية سواء شرطة أو غيره أو بلدية بجمع معلومات عن شخص معين لازم تبلغوا أن أنت بتجمع المعلومات دي عنه والعشر بلديات دول على الأقل بحسب تقرير صحيفة نرسي بيقولوا أنه هما لم يبلغوا المسلمين والمعلومات دي كانت ظالمة أو المعلومات دي تقدت إلى طمس سمعت بعض الأشخاص بحيث أنهما على سبيل المثال حصلت له مضايقات في حياتهم وما يدروش على سبيل المثال أنهما ياخدوا قروض أو فلوس من البنك أرسلت الوزيرة في شهر يوم 29.923 خطاب الاعتذار ده للبرلمان الهولندي من ناحية ومن ناحية التانية أعلنت برضو أن يوم 1.4.2024 يعني الشهر اللي فات سيتم التخلص من جميع البيانات السرية للمسلمين داخل هولندا اتكلمنا باستفادة كبيرة جدا عن الموضوع ده في الفيديو اللي قدامك ده تقدر تتفرج عليه عشان تعرف كل حاجة بنرجع هنا لزعيم حزب دينك زعيم حزب دينك ما بيتهمش ديكس خوف بأي حاجة ولكن هو عايز يعرف مش أكتر عايز يعرف هل الراجل ده وقت ما تم إجراء التحقيقات السرية والتجسس على المسلمين وجمع بياناتهم بشكل غير شارعي هو عايز يعرف بس هل الراجل ده كان ليه دور كان متورط أساسا ولا لا بجانب زعيم حزب دينك ذو الطابع الإسلامي والكلام اللي قاله أو الاستفسارات اللي عنده بخصوص ديكس خوف عندك كمان ما يسمى هيئة السي ام او وهي هيئة للتواصل ما بين المسلمين في هولندا والحكومة الهولندي رئيس الهيئة ديت أو المدير العام بتاعها بيعرب عن قلقه من تولي ديكس خوف لرئاسة الوزراء احنا كده خلصنا كل حاجة بخصوص ديكس خوف والدور على المتابعين الكرام ايه رأيكم في تولي الرجل ده منصب رئاسة الوزراء هل هيكون رئيس وزراء جيد ويقدر يعارض الاحزاب وعلى رأسهم خيرت فيلدرز اذا خرج بمقترح كده او كده يسيء او يكون ضد القانون هل ساعتها الرجل ده هيقدر يسيطر ويقول الخيرت فيلدرز لا ولا هيكون مجرد صورة وتابع الخيرت فيلدرز اكتبونا رأيكم في التعليقات وما تنساش تعمل لايك الفيديو وتعمل شير وتشترك في القناة وتفعل الجرس وانتظرونا في فيديوهات تانية جاية سلام عليكم